في البداية أود أن أشكر كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للمشاريع والإرث على الثقة الغالية والمسئولية التي أسندت لنا في شركة معلوماتية لتأسيس وإدارة وتشغيل مركز الاتصال الموحد لكأس العالم قطر 2022 ولأنه كأس العالم والحدث الرياضي الأهم عالميا ولأنها دولة قطر الأكثر تميزا واستثناء كان الهدف تقديما نسخة الأكثر تميزا على الإطلاق ولذا فقد عملنا في شركة معلوماتية منذ اللحظة الأولى بشكل سريع غير نمطي ووضعنا خطط خارج الصندوق من أجل تأسيس وتشغيل مركز الاتصال موحد لأول مرة في العالم لكأس العالم يتخطى مستوى التوقعات ومن أجل هذا الهدف فقد عملنا ووضعنا خطة شاملة قائمة على عدد من الركائز الأساسية والشركات الاستراتيجية الناجحة فقد كمنا بتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع عدد من مشغلي مراكز الاتصال حول العالم بالإضافة إلى فروعنا المختلفة حول العالم من أجل سرعة وكفاءة توفير الأعداد المطلوبة من الموظفين المتحدثين للغات المختلفة حيث وفرنا موظفين قادرين على التحدث بطلاقة بكل من اللغات العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية والإسبانية البرتغالية والصينية والأردية والهندية وذلك لضمان التواصل مع المشجعين بلغتهم الأم كذلك كمنا بتوقيع عدد من الاتفاقيات مع شركائنا العالميين في مجال البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والقائمة بشكل رئيسي على التوافر الكامل وإمكانية التوسع السريع في الخدمات من دون وجود أي تحديات ومن باب الحرص الشديد على سرية البيانات وأمن الأنظمة المستخدمة فقد كمنا بالتعاون مع إدارة الأمن السبراني في شركة معلوماتية من أجل توفير أحدث النظم العالمية لدعم هذا الهدف كذلك كمنا بالتعاون مع إدارة مركز المراقبة الاستباقي للأنظمة والبنية التحتية في شركة معلوماتية من أجل مراقبة البنية التحتية والأنظمة التكنولوجية المستخدمة لدعم مركز الاتصال قطر 2022 بشكل دائم ودوري وذلك لضمانا الاستمرارية في تقديم الخدمة وكمنا باتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية لبناء فريق عمل متميز ومن ثم تفعيل خطة متكاملة لضمان رفع همة فريق العمل للقيام بكل ما هو لازم خلال البطولة وضمان المرونة مع المتغيرات السريعة والمتجددات وتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة للمشجعين عند التواصل مع مركز الاتصال الموحد لكأس العالم قطر 2022 كل هذه النجاحات لم تكن ممكنة لولا التعاون المشترك والدعم المستمر الذي لمسناه من شركائنا في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واللجنة العليا للمشاريع والإرث وأخيرا أود أن أهنئ دولة قطر حكومة وشعب ومقيمين بالاستضافة المتميزة لكأس العالم تمنى لجميع المشجعين قضاء أوقات ممتعة وشيقة لتبقى خالدة في ذكرى 2022 تمنى لاشرين